اشتركوا في القناة التاريخ الضحايا ومعاناتهم في سجون الدكتاتور حسين حبري وكذلك بناء نصب تسكاري للضحايا في مقابر جوجي حمرالجوس وخلال المقابلة ابدأ عضاء الجمعية الضحايا حسين حبري شكرهم وامتنانهم لهذه المقابلة التي وصفوها بالجيدة حيث طلب رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق اول محمد دريس ديبي ادنو خلال المقابلة من المسئلين في وزارة المالية تجهيز المبلغ الذي نص عليه قرار الاتحاد الافريقي والذي من المفترض ان تقوم بدفع البلاد لضحايا وهو مبلغ عشر مليارات من الفرنقات الافريقية حتى يتسنع مبدئيا للجمعية بان تباشر اعمالها في بناء المتحف وبناء النصب التسكاري للضحايا وعقب المقابلة اكد احد اعضاء الجمعية بان المقابلة ازالت الكثير من الشكوك التي كانت في السابق تخيم على مسيرة الجمعية وموقف رئيس الفترة الانتقالية بجانبهم يؤكد ذلك والمبلغ الذي تساهم به تشات حسب قرار الاتحاد الافريقي سيساعد كثيرا الضحايا الذين اصبح عددهم يتقلص يوما بعد يوم بسبب الامراض والموت وكثير من المشاكل مقابلة العزول والمعيوية بالتفسير في Behجي في الفترة الانتقالية علاقة الحركات去 عدد من الداخار والسد وقرار الوزائر بالتواتف من داخار والسد وقتها لديك فترة الانتقالية وحسب بتأكد الانتقالية من الانتقالية يوجد طريقة التسكاري ويساعد politicalية يظهر استخداش ايجادة روميو المزار والمال تتحب لتحلب الورس وصل حسين حبري إلى السلطة أم 1982 وحكم مجات حتى 90 واتسمت فترة حكمه بقمع رهيب إذ ألقت إدارة التوسيق والأمن الشرطة السياسية سابقا القبض على آلاف المعارضين الحقيقيين والمفترضين وعزبتهم وعدمتهم في كثير من الأحيان وتقدر لجنة تحقيق عدد القتلى في المعتقلات أو الذين عدموا بأكثر من 40 ألف بعد الإطاح به عام 1990 وجد هبري ملازا في داكار هيسو عاش في منفاه بسلام لأكثر من 20 عاما وفي مارس 2015 حكم القضاء الشادي على 24 من عناصر إدارة التوثيق والأمن السابقين بالسجن بالإضافة إلى تغريمهم مبلغ 114 مليون يورو كتعويدات لحوالي 7 ألف ضحية تم التعرف عليهم ويتعانى على الدولة الشادية تغطية نصف المبلغ وقدت محكمة أفريقية خاصة في داكار عام 2017 بسجن هبري مدى الحياة لارتكابه جرائم ضد الإنسانية كما أمرت بدفع أكثر 125 مليون يورو للضحايا ترجمة نانسي قنقر